لمواجهة الضائقة المالية الكبيرة التي تعيشها شركة يورو ديزني بالضاحية الباريسية وفي إجراء استثنائي قررت الشركة الأمريكية الأم رفع قيمة يورو ديزني بمليار يورو منها 400 مليون يورو نقدا بالإضافة إلى تحويل 600 مليون يورو من الديون إلى أسهم كما أن خطة الإنقاذ تترك الباب مفتوحا أمام خروج يورو ديزني من بوسة باريس ورغم أن يورو ديزني لا يزال قبل التسوية الأولى في أوروبا إلا أن عدد الزوار انخفض خلال العام الماضي بمعدل مليون زائر مقارنة بعام 2012 كما فقد 400 ألف زائر خلال الست أشهر الأولى لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي